أهلا بكم من جديد بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثالثة العشرين من يوليو وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 499 ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو ويت ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأسريب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع جاء الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة محملا بالفرحة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من من تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي فقد أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 499 نزيلا تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 265 لعام 2023 بشأن الإفراج عن بعض المحكوم عليهم من من تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان للأمان بالصنع دي هقدر أعيش هقدر على الحمل التهي وهرد للبلد الجميل وأقدر أخطي المستحيل اللجان التي شكلها قطاع الحماية المجتمعية لتحديد من تنطبق عليهم شروط العفو انتهت إلى الإفراج عن هذا العدد بعد أن تم تأهيلهم وإصلاحهم وفق منظومة عقابية حديثة تطبقها وزارة الداخلية وتراعي فيها كافة معايير حقوق الإنسان أشكر السيد الرئيس على اهتمامه بينا والحمد لله أنا مبسوط أن أنا خارج إن شاء الله في 23 يوليو أنا اللي اسمي دي في العفو كنت مبسوط جدا قلت أرجع على أهلي وأبدأ حياة جديدة وعدت بينه بالنفسي وقلت مش أعمل غلط تاني أنا مبسوطة جدا طبعا أنا خارجة لعيالي وبشكر سيادة الرئيس جدا 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 وربنا يخلي لنا بسطة اللي أنا طلع لأسوتي وطلع لعيالي والحمد لله بسطة جدا وألف شكر للسيادة وإسعى عبدالفتح السيس أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية كبيرة للمفرج عنهم بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان عبروا خلالها عن سعادتهم بالقرار الرئاسي الذي يعد فرصة لهم لبداية حياة جديدة في ضوء ما اكتسبوه وتعلموه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء على المستوى التعليمي أو المهني بما يمكنهم من الاندماج في المجتمع أنا في صراحة تعلمت منهم إزاي ردت بحياتي ونظم حياتي بعد مخرج جيت وعيشت وتعاملت مع الناس كلها هنا كويسين في مطالح ترام وفتلزق وكمال أكتر حاجة تعلمتنا لألتزم وإزاي تعالي مع الناس برا يعني أنا أول لو كنت شعرت عائمة اشتغلت في مصر عن ندارة هنا هوتي تعلمت فيه وإن شاء الله بعد ما ربنا يكرمني إن شاء الله برا إن شاء الله هطلع كم اللي تعلمتوا هنا إن شاء الله بإذن الله أنا الحمد لله أنا وجه صناعي من زمان في مغبز وبرضا كان اشتغلت في مغبز شوية فأنا برضا إن شاء الله أطلع أشتغل في صناعيتي تاني بإذن الله وألتزم وشوف يعني أسرتنا كنا ونمشي كويسين بإذن الله وربنا يسترع علينا إن شاء الله طبعا صنع يعني كويسة جدا إن أنا أتعلمتها هنا في التهيل ولما أخرج برا إن شاء الله هفتح الورشة دي وهكسب بها من عرق جبيني دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان للأمان بالصنع دي هقدر أعيش استقبل أهالي المفرج عنهم أبناءهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم من بوابات مراكز الإصلاح والتأهيل موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على هذا القرار شايف العفو الرئاسي بداية على حياة جديدة وهو تغير نفسيا من معاملته في مركز التأهيل وإن شاء الله يكون بداية جديدة ويكون بداية خير وأمل لي ولكل اللي طالعين النهاردة وإحنا بنشكر كل اللي موجودين هنا وبنشكر سيادة الرئيس أنه أعف عنهم النهاردة وتلحم ما كنتش منتظرين ويخرج دلوقتي بصراحة بس يعني ربنا يكرم الجميع إن شاء الله ومصر دايما عمران وبالخير إن شاء الله والحمد لله ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيس وبنشكر الناس اللي جامد بكل المجهود وبالعفو الرئاسي وحسيت فعلا أن ابن عم يتغير وأنه بيجوا أسلوبه كويس هكذا تسعى المنظومة العقابية نحو إصلاح وتأهيل النزلاء وفقا لمعايير حقوق الإنسان ليتسنى لهم سرعة الاندماج في المجتمع عقب الإفراج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل والتي أحدثت نقلة نوعية وإنسانية في السياسة العقابية التوسع في الإفراج بالعفو أحد أهم أدوات السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إتاحة الفرصة للنزلاء لبداية حياة جديدة بعد أن تم تأهيلهم وإصلاحهم وفق برامج إصلاحية حديثة في مراكز الإصلاح والتأهيل التي جاء إنشاؤها تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عبدالبركات التلفزيون المصري